وإلى كاركوك حيث سجالاتها مختلفة في طبيعتها أكد عضو تحارف الفتحة للهلال احتواء محاولة إثارة التوترات بين المكونات في محافظة كاركوك لافتاً إلى أن انتخابات مجالس المحافظات ستجري في موعدها المحدد داخل هذه المحافظة ومن دون أي تأجيل وقال إن كاركوك ستدخل في عملية انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد على الرغم من محاولات بعض القوى السياسية لتأجيش الأوضاع وتأجيل إجراء الانتخابات ولوحى باجتماع بين مختلف القوى في كاركوك من أجل الاتفاق على آلية جديدة لإدارة المدينة وذلك بعد أيام على مبادرة طرح رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد لتشكيل حكومة محلية في كاركوك بالتوافق مع جميع المكونات